على الرغم من أن كل وسائل الإعلام الدولية لم تتوقف طويلة عند ذلك الذي حدث في قلب الدولة الإيرانية إلا أن عين العالم جميعاً كانت بيتابع بطريقة غير مسبوقة الانتخابات الإيرانية وكانوا بيرهنه أنه يتفجر الموقف على المستوى الداخلي في قلب إيران وفي ذات الوقت ينجح في أنهما يثيروا الفوضى مرة أخرى زي ما خططوا لها في فترة سابقة إلا أن إيران نجحت في أن هي تقفز فوق كل التحديات وكل هذه المخططات وكل هذه المؤامرات وتعلن عن فوز المرشح الإصلاحي اللي هو طبعاً مسعود بزشكيان في الانتخابات الإيرانية اللي شهد لها القاسي والداني في الشفافية وفي طريقة تنظيمها بشكل مشهود له دولة إيران من خلال نجاحها في تنظيم الانتخابات الرئاسية في هذه الفترة العصيبة اللي بتمر بيها الدولة الإيرانية نجحت في أن هي تعبر النفق المظلم اللي كانوا بيخططوا لدخول إيران في إيران قفزت على كل التحديات ونجحت في أن هي تبدأ مرحلة جديدة وتعلن أيضاً معركة جديدة التفاصيل خلال الحلقة ديات لكن قبلها شيروا لك للفيديو دو كومنتك الجميل أنا أحمد عبدالعيدي وإنت من حق التارة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلاً وسهلاً بحضرتكم التدعيات كثيرة جداً بشكل كبير وفي ذات الوقت الأوضاع والتطورات في قلب إيران تطورات متسرعة للغاية منذ ساعات قليلة أعلن المتحدث باسم لجنة الانتخابات الرئاسية الإيرانية محصن إسلامي عن نتائج الجولة التانية من الانتخابات الرئاسية اللي جرت يوم الجمعة اللي فاتت في دورتها لاربعتاشر بحسب ما قاله المتحدث فاز المرشح الإصلاحي مسعود بزشكيان في جولة الإعادة بالانتخابات الرئاسية على المنافس المتشدد بتاعه اللي هو سعيد جليلي في تصويت مهم جداً بيتزامن طبعاً مع الكثير من التحديات التي تمر بها الدولة الإيرانية نسبة المشاركة كانت كويسة جداً زيها زي كتير من الدول الأوروبية بلغت نسبة المشاركة دي في الجولة الثانية للانتخابات الرئاسية حوالي تقريباً 49.8% بعدد 30.530.157 صوت حصل مسعود بزشكيان على 16.384.403 صوت يعني بنسبة 53.16% أنا عاوز أقول لحضراتكم أن قناة مصر كانت من ضمن القنوات على المستوى الدولي اللي توقعت فوز مسعود بزشكيان سعيد جليلي حصل على 13.538.179 صوت يعني بنسبة 44.3% بدأت الجولة الأولى لانتخابات الرئاسة الإيرانية يوم 28.6 الماضي بين المرشحين سعيد جليلي ومسعود بزشكيان ومحمد باقر ومصطفى بور محمدي طبعاً ما فيش حد فيهم نجح في أن هو يحقق الفوز بالأغلبية المطلقة طبعاً ده استوجب خوض جولة ثانية ما بين المرشحين الحائزين على أعلى عدد من الأصوات اللي هما مسعود بزشكيان وسعيد جليلي شوفوا بقى حضرتكم عشان تعرفوا الفترة القادمة اللي مقبلة عليها دولة إيران تصريحات بزشكيان خلال جولاته الانتخابية قبل فوزه في الانتخابات بتكشف الصطار عن توجهات وتحركات إيران قال بالحرف الواحد إن الناس غير راضين عنها خصوصاً بسبب عدم تمثيل المرأة وكذلك عدم تمثيل الأقليات الدينية والعرطية في السياسة ثم بيقول حين لا يشارك 60% من السكان في الانتخابات فهذا يعني أن هناك مشكلة مع الحكومة إحنا لازم نخلي الناس تقبل على المشاركة ونأكد لها إن مشاركتها مهمة جداً في صناعة القرار الإيراني على المستوى الداخلي والمستوى الدولي كان في السابق ما بيشاركش أكتر من 40% من الناخبين حالياً في الجولات الانتخابية ديت تقريباً شارك حوالي 50% من الناخبين وطبعاً ديت قفزة غير عادية بيزيش كيام دعا إلى علاقات بناءة مع أمريكا والدول الأوروبية من أجل إخراج إيران من العزلة بتاعتها طبعاً توجه جديد من نوعه وهي رسائل طمأنة للدول الخارجية بيزيش كيام طالب بإيجاد حل دائم لقضية اللي هي قضية إلزامية الحجاب واللي بيعتبر أحد أسباب حركة الاحتجاج الوسع اللي هزت البلاد في نهاية 2022 أيام طبعاً البنت اللي اسمها مهسة أميني اللي ادعوا أن هم شرطة الإرشاد قتلتها في الحجز والكلام ده طبعاً ثبت بالدليل القطع أنه هو مش مظبوط وقال طبعاً تأثير نتائج الانتخابات على توجه البلاد هيظهر خلال المرحلة القليلة القادمة وهيتم وضع النقاط على الحروف بهذا الخصوص خلال الفترة اللي جاية معروف أن نتيجة الانتخابات الانتخابات الرئاسية بشكل عام في قلب إيران بيكون دايماً تأثيرها محدود جداً لأن الرئيس الإيراني له صلاحيات محدودة هو اللي هو الرئيس الإيراني بالتنسيق مع رئيس الحكومة هم منوط بيهم أن هم ينفزوا السياسات بتاعة المرشد الأعلى للدولة الإيرانية اللي هو بيعتبر بمثابة رأس الدولة الإيرانية هو اللي بيحط السياسات العليا للدولة وتوجهاتها والرئيس مع الحكومة أسفل بينفزه السياسات دية الرئيس مسؤول على رأس الحكومة بتاعته عن تطبيق الخطوط السياسية العريضة اللي بيضحها المرشد الأعلى آية الله علي خامنئين تصريحات بزشكيان بعد ما فاز بعت رسائل طمأنة للعالم كله تعهد بمد يد الصداقة للجميع إيران ملهاش أعداء وفي ذات الوقت تمدي أيديها بالسلام للجميع لكن يويله سودليله اللي يعتدي على سيادة إيران وعلى حقوقها وقال سنمد يد الصداقة للجميع نحن جميعا أبناء هذا البلد يجب أن نستخدم الجميع من أجل تقدم البلاد الرسائل أيضا كانت على المصار الداخلي زي ما كانت على المصار الخارجي إن إحنا بنمد إدينا للجميع وإن إحنا بنبدأ صفحة جديدة عاوز أقول لحضراتكم كون أن دولة إيران تصل لهذه المرحلة في الانتخابات الرئاسية اللي كانت بتخطط لها الدول الغربية إن هي تكون بمثابة بداية لإثارة فوضى جديدة مستغلة حالة التوترات في قلب المنطقة كون أن إيران تتغلب على كل ذلك وعلى كل هذه المؤامرات يبقى معنى ذلك أنت حققت انتصار كبير جدا خاصة إن أي دولة بتجري الانتخابات الرئاسية بتاعتها بتكون في حالة من الانشغال بالوضع الداخلي وبالتالي من الممكن إن هي ما تنتبهش للمؤامرات التي تحاج ضدها ولو كان تم تأجيل الانتخابات الرئاسية الإيرانية في هذا التوقيت ما كانش حد هيقدر يلوم إيران لسبب بسيط للغاية ما عملها فلادمر زيلانيسكي رئيس أوكرانيا لمؤاخزة كان مفروض يتم إجراء الانتخابات الرئاسية الأوكرانية في شهر مارس اللي فات إلا أن فلادمر زيلانيسكي قال بالحرف الواحد نظرا لأن أوكرانيا بتمر بتحديات غير عادية وبالتالي إحنا بنأجل الانتخابات الرئاسية ولم يتفوه أي من قيادات الغرب بتصريح ضده ليه؟ هو معذور يا جماعة ليه؟ في تحديات على الرغم من أن أوكرانيا معاها أكتر من 53 دولة بتدعمها من زي إيران ورغم ذلك إيران أجرت الانتخابات الرئاسية في رسالة للجميع أن إيران قوية أقوى من كل التحديات بتاعتكم نفس الرسالة دي اتبعتها فلادمير بوتن رئيس روسيا للجميع لم يقم بتأجيل الانتخابات الرئاسية الروسية على الرغم من أن روسيا من حقها تؤجل هذه الانتخابات لعدة سنوات قادمة لما يكون ضدك 53-54 دولة شغالين ضدك وبالقرب من بيتك يبقى أنت من حقك أنك تعلن حالات الطوارئ ولا تجري ثمة انتخابات إلا أن الطيسر الروسي قرر أن هو يوصل رسالة للجميع لها روسيا أقوى من كل التحديات بتاعتكم وأجرى الانتخابات الرئاسية إلى درجة أن أجرى الانتخابات الرئاسية دي في الأراضي اللي ضمها من أوكرانيا لروسيا حديثا اللي هي الجانسك دونسك خرسون زبروجيا وشبه جزيرة القرن منتهى التحدي ومنتهى القوة أيضا هو ده اللي عملته إيران نجحت في ذلك الرسالة وصلت للجميع أن إيران وصلت الرسالة أنت وكل مؤامراتك وكل الدول الغربية تز تي أو زيد حد شايف أنه ممكن الكلمة دي تتكتب بطريقة مختلفة على العموم أنا أنتظر التعليلات بتاعتكم أيضا في التعليقات بجد شيء طبعا مبهر وشيء جيد للغاية أن دولة إيران تنتصر على كل هذه التحديات بهذه الشاكلة في هذا التوقيت وتخرج أكثر قوة من الجميع إيران الإعلان عن فوز المرشح الإصلاحي مسعود بزيشكيان بانتخابات الرئاسة أول تصريحات لمسعود بزيشكيان بعد فوزه بالانتخابات الرئاسية الإيرانية من هو الرئيس الإيران المنتقب الإصلاحي مسعود بزيشكيان عاوز أقول لحضراتكم أنه كان قبل كده بيشغل منصب وزير للصحة خلال الفترة من 2001 إلى 2005 تقريبا بأول تصريح له بزيشكيان يؤكد أنه سامد سيمد يد الصداقة للجميع فوز الإصلاح بزيشكيان في انتخابات الرئاسة الإيرانية رائع والله مسعود بزيشكيان رئيسا لإيران الدخلية الإيرانية تعلن فوز الإصلاحي مسعود بزيشكيان بانتخابات الرئاسة الإيرانية رائع وأمر طيب ومطمئن أن الوضع في منطقة الشرق الأوسط سيزداد قوة خلال المرحلة القليلة القادمة إن شاء الله ألم نتفق معا أن قوة الطرف الإيراني يعتبر بمثابة رصيد قوي جدا يضم لرصيد وقوة المنطقة العربية والعالم الإسلامي ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر